السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام في قناتكم استفهام عام في هذا الفيديو سأريكم أحد الأسرار التي لا يتحدث عنها الكثير والتي اعتبرها من أهم الأسباب التي تؤثر على كتابك وعدد المبيعات التي سيحققها مستقبلا إذن في هذا الدرس سأريكم طريقة اختيار التصنيف المناسب لكتابنا وكذلك سأريكم موقع جميل جدا يتحي لنا إيجاد التصنيف المناسب انطلاقا من كلمة مفتاحية واحدة فقط والأهم في هذا الدرس هو أنني سأريكم كيفية اختيار تصنيف غير مدرج في تصنيفات أمازون إذن على بركة الله فكما تعلمون إخواني تصنيف الكتاب مهم جدا فهو الذي يسهل على المشترين إيجاد الكتاب الذي يبحث هنا عليه وهنا تتجلى أهميته بالنسبة لنا فكيف يعقل أن نرفع كتاب خاص بالطبخ وندرجه في تصنيف كتب تلوين خاص بالأطفال أو تصنيفات أخرى بعيدة كل البعد عن مجال كتابنا فهذا يؤدي لا محال إلى ارتباك محركات بحث أمازون وبالتالي لا يظهر كتابنا في المكان المناسب وهنا سأريكم بعض الأمثلة التي سنستفد منها جميعاً إذن أولاً وقبل البداية في شرح هذا الدرس سأريكم الموقع الذي يمكنكم من استخراج التصنيف الخاص بكتابك دون الحاجة لبدل أي مجهود فما عليك سوى وضع الكلمة المفتاحية الخاصة بكتابك مثلاً ثم البحث ثم هنا تظهر لي جميع التصنيفات التي تناسب كتابنا وهنا الأجمل في هذا الموقع هو أنه يمنحنا جميع المعطيات الخاصة بهذا التصنيف وبالتالي يسهل علينا الاختيار لكن المشكلة في هذا الموقع هو أنه يمنحنا ثلاث محاولات يومية فقط مجاناً فمن يريد أكثر من ثلاث محاولات يومياً فعليه الاشتراك في هذا الموقع وكالعادة فرابط الموقع ستجدونه في وصف هذا الفيديو إذن نتوجه إلى منصة أمازون ثم كما قلت سابقاً نقوم بتغيير الأدرس ونقوم بتحديد بوكس هنا ثم أضع كلمة مفتاحية كولورين بوكس إذن هنا ستظهر لي جميع الكتب المتصدرة لهذا النيتش لكن دائماً لا تحاولوا أن تختاروا الكتب التي تقوم بحاملات إعلانية لأنها غالباً المعلومات التي تعطيها لنا تكون غير مدققة إذن سأذهب هنا إلى هذه الكتب التي عليها بيست سيلر إذن هي الأولى في تصنيفها ثم سأختار هذا الكتاب مثلاً ثم أأتي هنا لأشاهد الكاتيجوريز أو التصنيفات التي قام البائع بإدراجها حتى يتصدر هذا الكتاب هذا النيتش إذن كما تلاحظون إخواني فهو يحقق المرتبة الأولى في هذا النيتش إذن هاو يتصدر هذه القائمة الكبيرة من الكتب وبالتالي يحقق مبيعات كبيرة جداً وهذا التصنيف لا يأتي هكذا بل هو تصنيف يعطيه أمازون للكتب التي تحقق مبيعات كبيرة والتي عليها تقييمات إيجابية كثيرة ولذلك فهو يعطيها رقم واحد ويرشحها للمزيد من المشترين وبالتالي تحقيق مبيعات أكتر وأكبر إذن ما يهمنا في الموضوع هو يجب أن نختار هذا التصنيف ونقوم برفع كتابنا فيه حتى ننافس هذه الكتب إذن نذهب أول طريقة هي كما تعلمون نذهب إلى اختيار الكاتيغوريز من هنا الطريقة المعتادة يعني عند رفع الكتاب تدررنا هذه الخانة نختار إحدى الخانات ونقوم بالذهاب حتى نجد هذا التصنيف الذي نريده فمثلا هنا Antic Collectible Dolls أأتي إلى هنا أبحث أولا في Fiction إذن لا توجد أقوم بالذهاب إلى Nonfiction هنا إذن لاحظوا معي إخواني ها هو الاختيار الذي نريد لاحظوا يعني هو هذا ثم أختار هنا مثلا Books ثم عند تتبيت هذا الاختيار إذن هذا هو التصنيف الذي صنف فيه هذا الكتاب وبالتالي هنا ليس لدينا أي مشكل لكن متى يظهر لنا المشكل إخواني؟ فمثلا سأختار كتاب آخر مثلا هذا الكتاب ثم أبحث في هذا التصنيف إذن في حالة لم نجد هذا الاختيار أو التصنيف الذي نريده فماذا سأقوم بفعله؟ سوف أذهب إلى Non Classifiable سوف أختار هذا الاختيار الأخير ثم Save ثم أرفع كتابي كما العادة دون أي مشكل ومباشرة بعد أن يظهر كتابي Live يعني قامت أمازون بنشره أذهب إلى أقوم بالذهاب إلى حسابي في Amazon KDP ثم أذهب إلى Help يعني مساعدة ثم هنا أذهب إلى Contact Us الاتصال بنا ثم أختار هذا الاختيار الأول ثم بعدها هنا Update Amazon Categories أدخل إليها هنا تظهر لي مجموعة من المعلومات التي يجب علي أن أضيفها لهذه الرسالة حتى أسهل عمل دعم أمازون وحل المشكلة التي يواجهني بكل سهولة إذن هنا كما يظهر لكم يجب علينا أولا وضع الأسبين الخاص بكتابنا وهذا هو الرمز التعريفي للكتاب ثم هنا نوع الكتاب هل هو كتاب مقرؤ كيندل أو إيبوك أو بيبرباك يعني أنتم تختارون نوعية الكتاب الذي قمتم برفعه وتحددونه هنا في الصف الثاني ثم هنا السوق الذي قمتم برفع الكتاب فيه هل هو السوق الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني أو غيره من الأسواق ثم هنا الكاتيجوري التي تريدون إضافتها وهنا هو المهم مثلا هذا الكاتيجوري هو الذي أريد أن أخطاره أقوم بنسخه ثم أذهب هنا وأضيف الكاتيجوري الأول ثم أختار الكاتيجوري التاني كذلك وأضيفه هنا حسب الطلب هنا الكاتيجوري التي قمتم بوضعها سابقا وتريدون إزالتها تقومون برفعها هنا ففي حالة لم تضعوا أي كاتيجوري كما قمت بشرحي سابقا فيمكنكم أن تتركوها فارغة ثم أخيرا تقومون بإرسال هذه الرسالة وهذا الدعم سوف يجيبونكم في أقرب وقت إذن كانت إخواني هذه هي طريقة اختيار الكاتيجوري أو التصنيف الخاص بكتابنا وكذلك طريقة إضافة تصنيف جديد غير مدرج في تصنيفات أمازون إذن إخواني كان هذا هو درس اليوم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو أريد أن أشاهد أكبر عدد من الإعجابات في هذا الفيديو لأن هذا التفاعل مع الفيديوهات هو الذي يعطينا الدعم الكبير لنأتي بالجديد دائما ونحاول أن نساعدكم حتى تصلوا إن شاء الله إلى المستوى الذي تريدنا وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول دمتم في رعاية الله